في قلب الحضارة الاسلامية الذهبية بزغ نجم علمي استثنائي ساهم في رسم ملامح الفكر الرياضي والعلمي الذي عرفه العالم فيما بعد نتحدث اليوم عن العالم الفذ محمد بن موسى الخوارزمي الذي لم يكن مجرد رياضي فحسب بل كان منارة للعلم والمعرفة اسهمت انجازاته في بناء اسس علم الجبر ووضع اسس الخوارزميات التي تشكل اليوم العمودة الفقرية لعلوم الحوسبة الحديثة اضافة الى اسهماته البارزة في علم الفلك والجغرافية البداية المتواضعة ونشأة العقل اللامع ولد الخوارزمي في اوائل القرن التاسع الميلادي في منطقة خوارزم التي تقع في قلب اسيا الوسطى على الرغم من ان التفاصيل الدقيقة عن طفولته وظروف نشأته تظل غامضة الا ان البيئة التي تربى فيها كانت غنية بالعلم والمعرفة فقد كانت تلك الفترة تشهد ازدهارا ثقافيا وحضاريا تحت رعاية الخلافة العباسية حيث اجتمعت الحضارات المختلفة وتلاقت الحكمة القديمة من اليونان والهند وفارس في بيت الحكمة ببغداد في هذا الجو العلمي الملهم لما في قلب الخوارزمي شغف بالبحث والتفكير المنطقي مما دفعه الى استكشاف اسرار الرياضيات والفلك وقد منحته الرعاية الملكية والخلافية البيئة المثالية لتطوير مهاراته واستكشاف مجالات العلم المتعددة مما جعله رمزا للتنوير العلمي في عصره ثورة الجبر من الخطوات الاولية الى الاسس الراسخة يعتبر الخوارزمي من اوائل من وضح علم الجبر بشكل منهجي حيث الف كتابة المختصر في حساب الجبر والمقابلة الذي يعد من اهم المؤلفات في تاريخ الرياضيات ففي هذا الكتاب قام بتقديم منهجية جديدة لحل المعادلات الخطية والتربعية باسلوب يعتمد على الاكمال والمقابلة وهو النهج الذي اشتق منه مصطلح الجبر نفسه قد كان لعمله في هذا المجال اثر بالغ في تغيير مفاهيم الرياضيات اذ انتقل الفكر الرياضي من الطرق الهندسية التقليدية التي ورثها عن اليونانيين الى اساليب اكثر تجريدا ومنهجية وقدم الخوارزمي خطوات منهجية لحل المعادلات مما سهل على العلماء تبسيط العمليات الرياضية المعقدة وجعلها في متناول الباحثين في شتى انحاء العالم الاسلامي ومن ثم نقلت هذه المعرفة الى اوروبا خلال عصر النهضة هذه الابتكارات لم تقتصر على تقديم حلول معادلات فحسب بل فتحت افاقا جديدة للتفكير الرياضي حيث اصبح بالامكان تحليل الانماط واكتشاف العلاقات بين الكميات المختلفة مما اسهم في تأسيس قواعد علمية ادت لاحقا الى ظهور مفاهيم مثل التفاضل والتكامل ونظرية الاحتمالات والهياكل الجبرية المعاصرة الخوارزميات رحلة من خطوات حسابية الى عصر التكنولوجيا لا يقتصر ارث الخوارزمي على علم الجبر فقط بل يمتد تأثيره الى مجال اساسي اخر هو مفهوم الخوارزميات اذ ان مصطلح الخوارزمية نفسه مشتق من اسمه اللاتيني كما قدم في مؤلفاته نظاما لحل المسائل يعتمد على سلسلة من الخطوات المتتابعة والمنهجية هذا المفهوم الذي بسطه الخوارزمي اصبح حجر الزاوية في علوم الحوسبة والبرمجة الحديثة ان الفكر الخوارزمي المبني على منهجية واضحة لتفكيك المشكلات المعقدة الى خطوات بسيطة ومترابطة هو الاساس الذي يستند اليه اليوم كل برنامج حاسوبي وكل نظام يعتمد على معالجة البيانات في عصرنا الرقمي نجد ان كل عملية حسابية او خوارزمية تنفذ على الحواسب تستند الى المبادئ التي وضعها الخوارزمي منذ اكثر من الف سنة مما يجعل ارثه العلمية حيا ومتجددا في كل تطبيق تقني معاصر لم يكن الخوارزمي مجرد عالم رياضيات بل كان ايضا فلاكيا وجغرافيا بارعا ففي زمن كانت فيه دقة الحسابات الفلاكية امرا ضروريا لتحديد مواقيت الصلاة وحساب المزايا الفلاكية وملاحة البحارة برع الخوارزمي في اعداد جداول فلاكية دقيقة تعتمد على ملاحظاته الرصينة وحساباته المتقنة فقد عمل على تحسين طرق قياس مواقع الشمس والقمر والكواكب مما سهم في رفع مستوى الدقة في توقع الظواهر الفلاكية وتنظيم التقويمات اضافة الى ذلك سهم الخوارزمي في تطوير المعرفة الجغرافية اذ قام بتحديث واصلاح خرائط العالم التي كانت معتمدة على البيانات القديمة وقدم طرقا جديدة لقياس المسافات والاطوال باستخدام اساليب رياضية دقيقة وقد مكن ذلك من اعداد خرائط اكثر دقة واستخداما مما سهل عملية التنقل والتجارة في العالم الاسلامي وسهم في تبادل المعرفة والثقافات بين الشعوب الاثر الثقافي والتاريخي جسور من العلم والمعرفة لقد تركت اسهامات الخوارزمي بصمة لا تمحى في تاريخ العلوم والاداب فقد انتقلت افكاره وانجازاته من العالم الاسلامي الى اوروبا عبر الترجمات اللاتينية واسهمت بشكل كبير في نهضة الحضارة الاوروبية خلال عصر النهضة ان تأثيره يتجلى في اعمال العديد من العلماء والرياضيين الذين اتبعوا خطاه واضعين اسس العلم الحديث والرياضيات المتقدمة وتجسد ارثه الثقافية ما يعنيه التلاقي الحضاري حيث سهم في نقل المعرفة بين الثقافات المختلفة وفتح افاقا جديدة للتفكير العلمي لقد كان جسرا بين الماضي والحاضر بين حضارات الشرق والغرب حيث ان الافكار التي نمت في بيئته الحضارية الراقية ساهمت في ارساء اسس الفلسفة والمنهج العلمي الذي نتبعه اليوم وفي زمن تتسارع فيه واتيرة التقدم التقني والعلمي يبقى ذكر الخوارزمي بمثابة تذكير دائم بقوة العقل البشري وقدرته على تجاوز العقبات وبناء اسس علمية صلبة تحدث ثورة في طريقة فهمنا للعالم من حولنا ان مساهماته لم تعد مجرد صفحات من كتب التاريخ بل هي نبراس يضيء دروب الباحثين والمبتكرين في كل زمان ومكان على الرغم من مرور قرون طويلة على حياته الا ان تأثير الخوارزمي لم يتضاءل بمرور الزمن ففي كل مرة نستخدم فيها جهازا حاسوبيا او نتفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي نجد بصمة منهجية الخوارزمي واضحة في آلية عمل الخوارزميات التي تجعل من عملية معالجة البيانات امرا سلسا وفعالا تعد الخوارزميات المترتبة على اسس علمية صاغها الخوارزمي الاساس الذي يعتمد عليه مطور البرمجيات في كل عمليات التصميم والبرمجة هذا الترابط بين الماضي والحاضر يظهر جليا في كيفية تصميم انظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم اليوم في مختلف المجالات من تحليل البيانات الطبية الى تطوير الالعاب الالكترونية وكل ذلك بفضل المبادئ العلمية التي ارسها عالمنا الفن. علاوة على ذلك يستمر تعليم علم الجبر والرياضيات في المدارس والجامعات حيث تعتبر مؤلفاته مرجعا اساسيا للطلب والباحثين. ان الكتابات التي اثرى بها الخوارزمي المكتبة العلمية العالمية لم تقتصر على مجرد مسائل رياضية. بل احتوت على منهجيات تفكير نقدية ومنظمة ساعدت في تشكيل اجيال من العلماء والمهندسين الذين ساهموا في بناء الحضارة الحديثة. الخوارزمي رمز للوحدة العلمية والانسانية. لا يقتصر دول الخوارزمي على كونه مجرد عالم رياضيات بل يمثل رمزا للوحدة العلمية والتعاون بين الحضارات. فقد استطاع من خلال عمله ان يجمع بين معارف اليونان والهند وفلسفات العالم القديم. مساهما بذلك في بناء جسر من التفاهم المتبادل بين الثقافات. ان انجازاته في مجال الجابري والفلك والجغرافية لم تكن مجرد اسهامات تقنية بحتة. بل كانت انعكاسا لرؤية انسانية شاملة ترى في المعرفة وسيلة لتحرير الانسان من قيود الجهل ولتطوير المجتمع نحو مستقبل مشرق. فقد استلهمت العديد من الحضارات لاحقا منه الدروس والعبارة التي ساهمت في تعزيز قيم العلم والتقدم. مما جعله احد اعظم رموز الفكر الانساني. وعندما ننظر الى العالم المعاصر ونجد ان التكنولوجيا والعلوم تتقدم بخطا سريعة. ندرك ان البنية الاساسية لهذا التقدم قامت على مبادئ وضعتها ايدي علماء امثال الخوارزمي. ان روح البحث والتفكير المنهجي التي جسدها في اعماله هي ما ما زالت تلهم الباحثين وتدفعهم نحو افاق جديدة من الابتكار والاكتشاف.